محمد العكرمي الابراهمي المدير الفني في المركز الوطني للجلود والأحذية لكان توج مؤخرا في المسابقة الوطنية للمترولوجيا سي محمد مرحبا بك على موجد ونافان شكرا برك الله فيك مع الاستضافة تهنينا الحارة يا سيدي شكرا يعطيك الصحة نحكيه على المركز الوطني للجلود والأحذية ومخبر المترولوجيا بالمركز الوطني للجلود والأحذية لكان توج مؤخرا في الدورة الثانية من المسابقة الوطنية للمترولوجيا لتنظمها سنوين وزارة التجارة بالتعاون مع الوكالة الوطنية للمترولوجيا وذلك بعد أن نال الملف التقني المقدم لمخبر المترولوجيا بالمركز صدرت الملفات المشاركة تتويج هام وهم جدا لو كان نحكيه عليه شوية وطبيعة ربما هذا التتويج وطبيعة ربما هذا الرهان نجحته في كسبوسي محمد هو في الحقيقة اللي يسمع يقول شنو علاقة المترولوجيا بالجلود والأحذية جستو هو في الحقيقة احنا المترولوجيا هي تتسمى برمي لسفرستر كاليتي لاندستوري دون فاصل جنرالي للمترولوجيا نحن بدناها وقت لمن عام قلوحنا عام الفين وقت لنحضروا في اعتماد مخابر التحاليل والتجارب في المركز عن مخابر تحاليل والتجارب في ميدان الجلود والأحذية باش يصير الاعتماد انتع المخابر هذية يلزم الأجهزة اللي نقوموا بها بالتحاليل تكون معتا مطابقة الوصفات العالمية وتكون فيها تعيير دون تطلب معدات باش يكون النجم ونعير بها في الزمن هذكا ما كانش تمام مخابر تزدي هذه الخدمات ولينا اعتمد على انفسنا وبدينا معتا باش نحضروا الاعتماد لمخابر التجارب والتحاليل في الزمن هذكا وقت اللي عدينا عملنا لوديت زمعتا جونا الخباراء باش يشوفوا الامكانيات متاع المخابر متاعنا قاموا بعملية الجرد لا مش جرد الاعتماد باش يشوفوا أنا نخدموا بالقدام مناش بالقدام نتايجنا باها باش ناخذوا الاعتماد باش نحكيوا عليهم بعض صار تقييم يعني صار تقييم للمخابر هذو ما وقتها المترولوجيا كانت من نقاط القوة خرجت نقاط القوة هي الملعادة نقطة تمثل نقطة ضعف لجمع المخابر احنا خرجت نقطة القوة كي من الوقت هذكا وما ثماش مزدي خدمات مترولوجيا في تونس بس قلنا عليش احنا من زيش نطور شوية مع طلل النشاط هذي ومعتقمنا بشيراء معدات تقنية متطورة جدا وكملنا براتيكمو شيراء المعادات هذيه سنة الفين وستة في سنة الفين وثمانية عملنا الاعتماد متاع المخابر هذو متاع المدخلوجيا ولينا احنا مزدي خدمات المدخلوجيا للقطاعات الصناعية الكل بما فيهم قطاع الجرود والاحثي وربما هم ممكن قطاعنا احنا من اقل القطاعات لتطلب هالتقنية هذي لكن احنا نزديه في خدمات نتو لجميع القطاعات الصناعية مثل الصناعات الغذائية الصناعات الكهربائية الصناعات الصيدلية لجميع الصيدلية حاليا عنا اكثر من مئة وخمسين شركة يسيروا معنا الركورد معا متاع الالات متاعهم عند المركز الوطني للجلود والاحثي ونحنا طورنا هالناشاط هذيه واصبح لدينا مخابر معتمدة احنا المخبر الوحيد المعتمد في تونس في مجال الرطوبة احنا عنا احسن نسبة ارتياب نسبة الارتياب معناه انه لما نقيسوا عملية قياسية نعطيهو ديما نسبة الارتياب متاع مننج منقولوا مثلا الحرارة في عنا توا 23 درجة متون متكامل المقولوا 23 درجة معا مغرب الوالة على أو 05 أو 4 مغرب الوالة على 4 درجة مغرب الوالة على 0.01 احنا العنا لباً لا مئونا الانشارة الاشيال الاشيال في التمبراتور. ينو صوم الانيك لابوعتور اكريدي في الاميدي في تونس. دونك هذا يعليش جات هالبارتكولاريته هذي وقدمنا الحقيقة في الجائزة هذي قدمنا ملف معتها سنة الفين وثمانتاش وتحصلنا على المرتبة الاولى هذي مع العلم انه المخابر متاعنا معتمدة معتها الشهادات اللي نعطيها في الاجهزة اللي نعيرها اللي تقوموا معتها باللي تالوناج متاعها معترف بها على نطاق العالمي مش حتى على نطاق الوطني فقط لانه احنا نخدمه حسب المواصفات العالمية سبعتاش صفر خمس وعشرين اللي هي خاصة باعتماد المخابر. اكيد تتويج عنده نكهة خاصة خاصة انه انتما في السنة الحالية سنة الجديدة مش تحتفلوا بخمسينية المركز الوطني الجلود والاحذية والتتويج هام وهم جدا لمخبر المترولوجيا اللي هو فيه فرادة وفيه خصوصية خلايته اليوم عنده حتى اشعاع عالمي وافريق اكيد انه احنا كمركز وطني الجلود الاحذية من اقدم المراكز الفنية واحنا معناتها كمركز وكبنا القطاع متاعنا من من السبعينات واحنا مواكبين احنا دورنا هو للقطاع هذي متاع الجلود الاحذية ومعناتها ونزديو خدمات بشوية بشوية وكنا ممكن من من اقرب المراكز الفنية للقطاع احنا نعملوا الاحاطة وقراب برشة من المهنة فهمتني وبشوية بشوية قاعدين نقدموا ونشتغلوا في الميدان هذا السنة نحتفلوا بالخمسينية متاع المراكز حذرنا معتها العديد من التظاهرات التظاهر هذي بش تكون ايام من 24 الى 27 افريل القادم بش نحتفلوا بها في شارع لحبيب بورقيبة بش نعملوا برشة تظاهرات ممكن في تونس العاصمة معارض معتها لبعض النماذج معتها من الاحذية بش نحاول ونكرموا القدماء معتها الناس لخدمة القطاع هذي معتها من الكرياسيون بتاع السنتر بش يكون زادة كيف كيف نظموا كل سنوين المسابقة معتها لقنكور كرياتيف هذي لتالون دي كريستال بش نعن مشروع متاع اكبر رحي ذا ممكن يكون على المستوى وبدنا حتى مع اه جينيس بوك عملنا حتى الانرجيسترمون حاليا بالشاركة مع جهات جهات فيس فاقس وواحدة كل بش نحاول ونعملوا اكثر اكبر رحي ذا كذلك معتها بش يكون بش نقدموا دراسة استراتيجية لقطاع الجهود الاحذي وهذي حاجة مهمة برشة بش نقدموا نتيج تاع دراسة الدراسة بدأت من سنة الفين وسبعتاش بش نتايج متاعها نحاول ونقدموها خلال هال الاحتفال هذي بالخمسينية دراسة جاهزة حاليا الدراسة في طور الانجاز في مراحلها الاخيرة بش نقدموا النتيج متاعها اه بحول الله شو مش تشمل اساسا دراسة هذي والله الدراسة هذي تشمل جميع معتها المكونة المتداخلين في القطاع الكل على النشاق الوطني وكذلك انا بنش مارك مع معتها دول كيفنا ودول الاوروبية معتها لشو مشاكل القطاع عشنو ممكن الحاجات لنجموا نصلحوها ما شو حاجات لنخدموا عليهم بش نحسنوا القطاع متاعنا وبش نحاولوا رجعوا القطاع متاعنا كما كانوا القطاع متاعنا يشكوا بعض الصعوبات معتها خلال السنوات الاخيرة من اهمها معتها المشاكل الناس كل تعرفها ما هيش جديدة اللي هي الامورتاسيون سوفاج معتها التوريد العشوائي التوريد العشوائي الفريب فمدي ومشاكل معتها سور الاسبات سانتي اي سيكوريتي ايجيان اتسي ترا دول كذا ما مع بعض المكون للدراسة هذي باش تعطينا بعض التواجهات الاستراتيجية وبعض الحلول اللي احنا معتش نحاولوا نمشيوا فيها باش نحاولوا نرجع قطاع 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 واعد وقطاع ما يموتش معتها قطاع الناس كل معتها العالم الكل يلبس باب ننتظر باش نت mund too much العالم دي ما يطور بقالة كبيرة في القطاع هذي خاصة في وريدس فاقس اكيد معناتما ما نحكي واش حتى على سكونوك سبورت معتها احنا اكثريت منذرين هما الصناعية. خرافيين لا الحرافيين وصناعيين الي يصنعوا للمرشي الوكال هما اكثر منذرين لانهم عنا ما يقارب على مية وثمانين شركة مصدرة كلين هذوكم بالعكس معنات هاليوم مع ديفالياشون بتاع الدونار وكذا يساعدهم بشي يخدموا في المرشي التونسي لكن المضرين الحقيقيين هم السيناعيين يخدموا المرشي لوكال والحيرفي أنا نذكر أول ما دخلت نخدم في المركز الوطني لجولد أحدي عام 97 كنا نمشي ونقعد 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 ونخدمه لأنه كانت فما خدمة فما حيرفي فما قرب على عشرة لف حيرفي اليوم ممكن حتى 2000-2005 خلص العدد لأنه ما عادش رونتاب كنشوفوا معناتها السابات يتباع بعشرة أو بعشرين دينار يجي يدخل من الصين ولا من كذا معناتها من الجموش احنا نكونوا كومبيتيتيف ليه لأنه يدخل معناتها في طريقة معناتها ممكن هذي انو احنا بش نحاولو شوفوا بعض الحلول كذا كيف كيف ثم مش لأن الأسعار المرجعية متاع معناتها في الديوانة والكل الأسعار المرجعية ممكن ما تراجعوش عندهم العديل من سنوات ممكن الدراسة هذه تخرجنا بعض المشاكل وتعطينا بعض الحلول ونحاولو بش نرجعو بهم القطاع متاعنا لسالف نشاط طيب في انتظار هذه الدراسة ليكيد مش كون عن تهضافاتها بالنسبة للرؤية الاستراتيجية للنهوض بقطاع الجلود والأحذية المركز الوطني الجلود والأحذية في نطاق ربما الاحتفاء بخمسينية بعض هذه المؤسسة العريقة تحدثت على أمكانية دخول كتاب جنيس للأرقام القياسية من خلال أكبر حذاء لو كانت تحكينا على المشروع هذية وأهدفه والله هو المشروع معناتها سي لبروموسيون لبروموسيون دي سكتور معتها الهدف أنه معتها نقولوا لي احنا تونس معتها عنا قطاع معتها موعد وهذية معتها سي لس بي بروموسيونيال أكثر منه معتها المشروع كما قدتك فيه المركز الوطني الجلود والأحذية فيه جمعية في سفاقس الحقية ما نستحضرش الاسم معتها بضبط وقاعدين معتها نخدم عليه وندبروا في شوية دي معتها في ناسمون باش نحاولوا دعمالي دعمالي فورمونتي البروجيت هذي وباش الكل في معتها لخدمة القطاع معناتها باش نحاولوا للترويج للقطاع للترويج بروموفار للاندسترية خذ احنا ماذا بنا الصناعي متاعنا يرجعوا يخدموا وماذا بنا كيف كيف صناعي الأجانب يجوا يصنعوا في تونس لأنه عنا مهارات وعنا معتها الانفراستركتور للسكتور متاعنا كل شي موجود مراكز تكوين موجودة ليد العاملة المختصة موجودة الخبرة موجودة ما تماش حتى ريزون باش منعودوش ننعشو القطاع هذي كما سار في التكستيل وكما معتها قطاعات نانو قطاعات وعدة ومعتها نحنا برميل السكتور لعنا 131 تود كوفيرتور معتها اون اكسبورت بلس كون انبورت طيب محمد العكرمي البرهمي المدير الفني في المركز الوطني للجلود والأحذية تابعة لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة هذا المشروع لأحداث ولصناعة أكبر حذائم تدخل من خلاله كتونس وكصناعة تونسية لكتاب جنازة الأرقام القيسية ما هي فكرة المشروع هذي حتى نوضحها أكثر للمستمعين وفيها فاردة الحقيقة هي فكرة معناتها ما أنا ما عنديش ممكن معطيات تقنية بالضبط على المشروع لكن فيما يقارب معناتها يكون حذام ممكن ثلاث أمتار وعلى ميتر ونصف حاجة كملكة ماذا صنعوه تونسة ماذا صنعوه تونسية 100% خبرات تونسية 100% لأنها حاجة بسيطة ماذا صنعوه تونسة 100% ممكن أن نقدمه شوية في المشروع ممكن أن يجيكم الزملاء المختصين في المجرية هذي نجم يحكيه أكثر يعطيكم أكثر معطيات على الانجاز هذي لكن أنا هذي اللي نجم نقوله في الموحدة هذي مشكون في السنة الجارية في غضون أفريل القادم في غضون أفريل القادم مشهور ديجاه في سفاقس في سفاقس مشتمل صناعة هذا الحلال هذي في ولاية سفاقس فانتظار هذا الحدث اللي من المهم الترويج ليه والتسويق ليه باعتبار أنه ربما يعطي رسائل من حيث الاعتماد وأيضا خاصة المراهنة على الصناعة التونسية وخاصة في مجال الجلود والأحذية قطاع كما أشرت منذ قليل محمد العكرمي البرهبي الموديل الفني في المركز الوطني الجلود والأحذية قطاع هام في السنوات الماضية ولكنه عرف مشاكل كبرى في السنوات الأخيرة وفم تراجع حتى على مستوى الأرقام رغم النجاحات ليتحقق فيها المؤسسات اللي تشتغل في هذا القطاع كما المركز الوطني للجلود والأحذية ليحتفيه بخمسينيتو في سنة 2019 وهذا يخلينا نتسأل ماذا بعد الخمسينية المركز اليوم حقق نجاحات حقق إضافات لكن مستقبل ورؤية هذا المركز كجزء يتجزأ من مشهد قطاع الجلود والأحذية كمؤسسة عندها إضافاتها للقطاع وعندها إسهامات نجم تقدمها أكثر في المستقبل الأهم الحاجات اللي ننخدم عليها هو أنه إعادة تنشيط هذوم السيناعيين اللي يخدموا المرشي لوكال والحرافيين لكن زادا ما ننساوش الهدف الهدف الذي نحبه نطور القطاع يجب أن نتعداه من مرحلة السوتريطانس نحن نتحدث عنها خبرة كبيرة لكن لا ننشق نحن نتحدث عن مرحلة المرحلة نعمل نحن 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 نتحدث عن مرحلة ترجمة نانسي قنقر 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 شوية ولاية نابل بنزرة توب دات شوية جهة زغوان أنا نعرف مع بعض الصناعيين في جهة القروان معتا الناس يجيبوا في معتا الخدام على بعد 20 و 25 كيلو متر يبدو يلمدوا فيهم مدير الجهات الداخلية ممكن ما يعرفوش القطاع هذا وما يعرفوش إمكانيات القطاع هذا ولكن زادا الشباب لما يجي مثلا من المناطق الداخلية باش يمشي يشتغل في الميدان هذا ممكن ما يقبلش برشة لأنه أول حاجة ما عندوش معتا نيبان فورمي بالي سنتر دو فورمسيون وثاني حاجة حتى كيبش يجي يتكون في السنتر دو فورمسيون ممكن للسالير اللي بش ياخده ولا كذا يقول لك أنا معتا بشي شي إنسان من مولاية داخلية بش يسكن في العاصمة ولا كذا مهما بش يكون السالير برابور اللي بش ياخده معتا بصعي بش نجمعيش هذاك عليش متلقاش برشة شب نقاو شباب عاطل على العمل لكن ما يقبلش على هالقطاع هذي فامتني من سان يجي مثلا معاش من باجة ولا من سيدي بوزيد ولا من غفصة بش يشتغل بأربعمائة ولا بخمسمائة دينار في العاصمة بش يكرم منهم وكذا القروح هو معتا صعيب بش نجم يعيش بهم هذي الحاجر والحاجر الثاني ما هوش انفورميه هو بيدو ما هوش انفورميه معتا ممكن البروموسيون أكثر وانهم للمناكز تكفي المهني يمشيوا للجهات مباشا رغبوا الشباب هذي بش نجمعي تكون ويبعث مشاريع ليش نحنا لو يمشي كالي يخدمي نجمعي مشروع مشروع صغير لو كان معتا قطاع يتعلم الصنعاء ورشة برشة معتا تكونوا وعملوا مشاريع واليوم معتا صناعيين أكيد فاقة كبيرة رمنا نحكيه على عشر لايف موتن شغل اليوم كأوفق لتشغيل في هذا القطاع نحكيه على قطاع الجلود والأحذية كل الشكر ليك محمد العكرمي البرهمي المدير الفني في المركز الوطني للجلود والأحذية وتهنين مجددا بالتتويج الأخير لمخبر المترولوجيا كلمة أخيرة حبيت أن نشكر معتها زملائي اللي يشتغلوا معي في المخبر هذي لأنه الحقيقة مجهود جماعي مجهود مجهود جماعي حبيت نشكرهم ونشكر كل من ساهم في توفير الإمكانيات باش المخبر هذي يوصل العالمية ويوصل معناتها يكون عنده في القطاعات الصناعية الكل في الشركات الكبارة الكل يعرفوه اليوم مركز الوطني للأحذية إن ريفيرانس في مجال معتا الاميترولوجي ناس كل يعرفوه براتيك موفيتون الصناعيين كل يعرفوه هكذا نكون وصلنا لختمة هذا العدد من برنامج هنا تونس غدوة يجدد الموعد كالعادة بارتير من نصف نهار محمد اليوسفي وكامل الفريق سلم عليكم ويقول لكم إن شاء الله تونس غدوة خير هنا تونس